افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد تفقد مدبولي الأجنحة المشاركة بالمعرض واستمع إلى شرح من المشاركين من السودان والأردن والليبيا إلى جانب العارضين المصريين وأكد رئيس الوزراء وجود توجهات رئاسية بالعمل المستمر على توفير مختلف سبول الدعم لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا وتشارك في المعرض خمس دول عربية و1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى جناح لمنتجات أصحاب المشروعات من كرة ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة